موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجلد إخباري من قناة المرابطون أهلا بكم وضع الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني اليوم الخميس الحجر الأساس لمشروع بناء جسر على ملتقى الطرق المعروف بباماكو عند المدخل الجنوبي للعاصمة نوكشور ودعا وزير التجيز والنقل محمد المحمد المحميد الشركات المنفذة للبدء في العمل بشكل فوري وفق المعايير المعتمدة وبناء على دفتر الالتزامات مع الحرص على أن تنتهي في الوقت المحدد لذلك وتتولى شركة صينية تنفيذ المشروع والذي تبلغ صفقة إنجازه أكثر من 172.5 مليون أوقية وسيدشن رئيس الجمهورية كذلك جسر ملتقى طرق الحي الساكن بمقاطعة دار النعيم انتخب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا أحمد سالم البحبين رئيساً للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأجر انتخاب البحبين مساء الأربعاء خلفاً لنظره القطري وذلك خلال الجمعية العامة للشبكة وتضم الشبكة المذكورة جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية وصف وزير النفط والطاقة والمعادن عبد السلام المحمد صالح الاتفاق المتعلق بمنح رخصة استغلال منجم تازياس بأنه مؤسف مشيرا إلى أن موريتانيا منحت الرخصة لشركة صغيرة قبل أن تبيعها الأخيرة بمبلغ 7.5 مليار دولار لشركة كينروس ولم تحصل منه موريتانيا على أوقية واحدة وأشار المحمد صالح في حديثه خلال المؤتمر الصحوبي الأسبوعي للحكومة إلى أن الاتفاق كان من الممكن أن يكون أفضل وبشكل يراعي القانون وهذا ما لم يحصل حسب تعبيره وأكد الوزير محمد صالح أن الحكومة الحالية ورثت هذا الاتفاق وتحاول تصويبه ما أمكنها ذلك بما يعود بالنفع على الشعب دون أن يلحق الضرر بصمعة البلاد ولا يتسبب في مشكلة سياسية أو دبلوماسية يمكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك وموقعنا على الإنترنت الظاهرين على الشاشة دونتهم في أمان الله والسلام عليكم